بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وحبائي طلاب وطالبات الثانوية العامة في جميع مصرنا الحبيبة أهلا بكم في حلقة جديدة من نوعها وجديدة في محتواها إن شاء الله رب العالمين كنا خدنا قبل كده الفروع من الأدب خدنا المدارس الشعرية وطفنا ما بين المدارس وعرفنا يعني إيه شعر وخدنا قصائد جميلة سواء متحررة أو مقررة النهاردة هنخش في فن رائع جميل من أروع الفنون اللي ممكن تستمتع بيها وهو فن كمان عصري يناسب حركة الحياة السريعة اللي إحنا فيها يترى إيه الفن ده هل يترى أقصد بالفن ده الرواية ولا أقصد المسرحية ولا أقصد القصة القصيرة ولا أقصد المقال حقيقة النهاردة هنتكلم عنك كما توقعت فعلا كده القصة القصيرة من أجمل الفنون اللي ممكن تستمتع بيها مهما كانت توجهاتك يعني عاش تخش طب عاش تخش هندسة ممكن أنت راجل ما بتحبش قوي اللغة العربية بس دي لا دي كلنا بنستمتع بيها إن شاء الله ومن أشهر الكتاب اللي كتبوا في القصة القصيرة العظيم يوسف إدريس نجيب محفوظ وكثير من الكتاب المشهورين المعرفين ميزة القصة القصيرة في اسمها إنها قصيرة والحياة بتاعتنا سريعة يعني الرواية ممكن توصل لكتير كده كتاب كبير فممكن أنت مشغول ما تعرفش تقرأه لكن القصة القصيرة من الحاجات الجميلة إنت لو قاعد حتى في مترو أو في تاكسيا أو في أي حاجة ممكن تقرأه وتستمتع بيها وتستفيد وجدانيا وعقليا الحقيقة الحديث عن الفن كثيرا يفسده يعني لا تفسر الفن أكثر من ذلك فيفسد تعالوا نسمع قصة قصيرة نسمع قصة جميلة لإبراهيم أصلا عن الوحدة الوطنية اللي ما بيننا وما بين إخواننا المسيحيين في جميع مصر الحبيبة مصر في رباط إلى يوم القيامة مصر يميزها عن كل الدول هذا الرباط اللي ربنا حباه به كنانة الله في أرضه تعالوا نشوف العلاقة الجميلة الرائعة كيف عبر عنها الرائع إبراهيم أصلا تعالوا نتوكل على الله زمان كان النهر مكشوفا للعيان وزمان كان أهالي مبابة يقضون صهراتهم طوال شهر رمضان على طول شاطئه الممتد يغادرون الحواري وهم يحملون الحصن والأواني الأولاد يلعبون وهم يتسامرون ويشربون الشاي ويجمعون حوائجهم ساعة الصحور ويعودون كانت عائلة العم منصور المسيحي تجاورنا سواء في البيت أو في قعدة الشاطئ وكانوا يساهمون في القروش القليلة التي يجمعها الأولاد من أجل تزيين الحارة ولا يفترون إلا مع الأذان خلي بالك بتكلم على العم منصور المسيحي وأهله وكنا نتبادل ألواح الصاج التي نرص عليها الكعك والبسكويت والغريبة ونتبادل حملها إلى الفرن القريب ونظل حتى الصباح حيث يعود كل منا بألواحه ونتبادل الزيارة بيوم العيد من أكثر صور تلك الأيام التساقا بذاكرتي وذاكرة أبناء جيلي من أهالي المنطقة صورة انتظارنا لمدفع الإفطار على شاطئ النهر كنا نتجمع عشرات الأولاد على الحافة وكان الشاطئ الممتد ينتهي بانحناءة تحت كبرن بابة الكبير ودخل هذه الانحناءة كان مدفع رمضان الرابد لا يبين منه شيء لذلك لم نكن ننظر إلى هناك بل كانت عيوننا مصوبة في ترقب عبر النهر إلى مبنى شبه مختف وراء الأشجار هناك في حي الزمالك ويكون النهر طافحا والماء مثقلا بطميه الفوار وتكون الدنيا صيفا والبلح الأحمر طلع وتظل عيوننا معلقة بذلك المبنى شبه المختفي فجأة تضاء نوافزه النحيل المتبعدة عبر الفروع والأغصان حينئذ نهلل جميعا في غناء موقع الكنيسة نورت الكنيسة نورت ومع ذلك النور المحمر في النوافز والغناء يطلق المدفع الرابط عند محناءة النهر تلقى قوية لها صدى حينئذ نميل بأكسادنا إلى هناك ونرى دخانها الكثيف الأبيض وهو يغادر مخبأه ويروح يسفح كثيفا على سطح الماء والصديق إدوار الخراط اتصل يقول كل سنة وأنت طيب وأنا سألته عن اسم تلك الكنيسة التي يمكن رؤيتها من انبابة زمان وهو قال إن الزمالك حيث يقيم لا يوجد بها إلا كنيسة العذراء بالمرعشن قلت لم أعد أراها قال ربما إن المباني حجبتها طبعا قد تبدو القصة في البداية بالعامية القصة ليست بالعامية القصة باللغة العربية الجميلة الفصيحة السهلة المتدولة قد تبدو في البداية القصة بسيطة إنها قصة يعني صورة من صور الجميلة لتعاون المسلمين والمسيحيين في وطننا الجميل مصر لا بس انت بقى لما تخش جوه القصة شوية تلاقي فيه معاني جميلة ولطيفة جدا يعني بداية الكاتب دخلنا في الزمان والمكان دي مهم جدا في القصة يا شباب تحديد الزمان والمكان والأشخاص والهدف من القصة الزمان رمضان المكان إنبابة كلها قصة وقعية حدثت للكاتب بالفعل طيب الزمان والمكان الأشخاص تلاحظ أن الأشخاص اللي موجودين في القصة طبعا الكاتب هو الراوي للأحداث كلها وكمان عندك العنصر الأساسي والشخصية المحورية الأساسية عم منصور المسيحي كمان عندنا أشخاص في صورة جماعات مش في صورة أفراد عندنا الأولاد وعندنا الجماعات سواء من الجيران أو غيره وهم في الشارع أو قاعدين على النهر دي الأشخاص الأماكن تنوعت من الحارة لشاطئ النهر للكنيسة اللي نحية التانية في الزمالك فالأماكن متنوعة إذن الزمان والمكان واختار لحظة من لحظات القوية جدا لكن نلاحظ هنا أن الكلام ده كان قبل السد العالي يعني كان في الخمسينات أو قبل ذلك ليه؟ لأنه هو كان بيقول الطمي الفوار الطمي ده ما كانش بيحصل إلا قبل بناء السد العالي فكان يحصل فيضان كان فيه موسمين في مصر الشباب موسم الجفاف وموسم الفيضان فهو بتكلم ما قبل السد العالي طيب ده الأشخاص وكتب طب الحكايات اللطيفة اللي حكاها بقى أول موقف وقف قصاده تزيين الحارة لما نيجي للشراشير الحاجات الجميلة أوه في رمضان دي المبهجة اللي رمضان بقىش تعمل لبغيرها وكل في مصر بس بيحصل الكلام تلاقي الشوارع كلها تزينت بالشراشير والفوانيس وحاجات جميلة مبهجة طيب اللقطة اللي لقطها بقى إنه اللي ما كانوا بيلموا فلوس من الحارة وده الغالي دلوقت يا جماعة الغالي دلوقتي في أحياءنا وعند يعني إخواتنا وأهلينا فعلا فعلا جلال المسيحين بروح أقولهم أعطي الفلوس عشان نعمل شراشير من أيه الغالي دلوقتي شغل يعني بس شغل جميل طيب بيدفعوا معنا فلوس مش بيدفعوا معنا فلوس بس ده بيعودوا يعملوا معنا الشراشير ويعودوا معنا بيعودوا الفلوس وكمان يعني يبدعوا فيها وهم بيفرحوا بالشكل ده إيه ده لا ده فيه ما هو شد بقى إن أخوانا المسيحين ما بيردوش يفطروا أمامنا في رمضان ما ردوش يأكلوا وشربوا أمامنا في رمضان وانتهى الرقي علشان نرأي مشاعر بعض ولما يعني المدفع يضرب يبدأوا ده كل ده في القصة إيه اللي قطاط الجميلة إيه اللي قطل التعاون والأيوما إحنا إحنا في وطن واحد يا جماعة مسلمين مسيحين إحنا في وطن واحد لغة واحدة مستقبل واحد الإرهاب لما بيرموا قم بلا ما بيفرقش ما بين مسلم ومسيحي ده اللي عايز يقوله إحنا واحد نسيج عارف زي نسيج الهدوم كده متداخل في بعضه في رباطم إلى يوم القيامة إذن كاتب اختار تزيير الحارة واختار كمان العيد لما بنروح إلى عيد ونعمل الكحك والبسكوت وكان زمان بقى بنروح الناس نروح الفرن ونعملوه مش عارف إيه تلاقي معندي ناس جان كتير نروح ناخد من إخواننا المسيحيين ده مش كده وبس ده بيشيله معنا حاجة ويجي معنا الفرن ويصاره طول الليل ويجي معنا نتحدث ونرجع جماعة جورج ومحمد في كل حتة عادين ودية ظاهرة بقولك تكاد تكون في مصر فقط هذا الرباط الرائع الجميل وده اللقطة الجميلة الكاتب بقى كمان بيأكد على معنى جميل أوي لحظة جميلة أوي ده بقى اللي هو إذا ما نقول بقى خلاصة القصة فأنتبه معي اللي هي العنوان القصة إيه الكنيسة نورت إيه الكنيسة نورت دي شوف بقى ده دعني عايز يقولك طب ده جميل عم منصور طب يطرى بقى اللي هي زي ما نقول بقى اللي هي أعلى مكانة في المسيحية هل هي برضو متعاونة الكنيسة متعاونة تعال ده شوفوا الكنيسة بتاعمل إيه كاتب حكا لنا موقف زريب جدا هم هم عيال كان يروحوا على الشاطئ ويقفوا على الشاطئ واستنوا مدفع الإفطار يعرفوا أنه مدفع الإفطار يضرب إمتى أول ما يلاقوا في النحية التانية بابها وإذا ما لقوا صاد بعض بينهم من نهر النيل يعني طبعا ما كانش المباني الكبيرة دي حاجب الموضوع فكانوا يشوفوا من وراء الأشجار بناء بعيد كده ونوافذ نحيلة صغيرة كده أول ما ييجي موعد المدفع يأمر القساوسة بإيه نارة الكنيسة تقوم النوافذ دي كلها تنور بدق أحمر جميل كده إعلالا للفرحة وإعلالا لمشاركة إخوانهم المسلمين أنه حان وقت الإفطار يقوم يضرب المدفع يبقى العيال كلهم يعودوا إيه يغنوا إيه الكنيسة نورت في غناء جميل رائع وبهجة رائعة ويختم ختم رائع الرائع إبراهيم أصنون يختم ختم رائع أنه إدور صاحبه اتصل بيه بيقوله كل سنة وانت طيب عايز يقول إيه كلام ده ما كانش زمان بس ما كانش في طفولة الكاتب بس ده لسه لغاية دلوقتي إدور زمي صديقه إدور ده كاتب كبير جدا ومسيحي وصديق الكاتب بقوله كل سنة وانت طيب بو نسبة العيد أو بو نسبة رمضان يعني الود موصول حتى في الجيل الحالي مش في الجيل القديم بس وبعدين بيسأله سؤال جميل أو الكاتب الرائع أصلا ويسيبك انت تستنتج بيقوله هو فين الكنيسة اللي كانت اسمها ايه اللي كانت وإحنا صغيرين بنشوفها من الناحية التانية فإدور طبعا هو العالم بالكنائس وبأسمها فقال له أنا معرفش اللي الكنيسة العزل اللي كانت في المرعشلي اللي الناحية التانية فقال له طيب إيه بقى حجبتها المباني العبارة دي حسيت تحمل معنى إيه حجبتها المباني كاتب يضيق بالمدنية اللي بتقضي على معالم إنسانية كتيرة وعلى ذكريات رائعة كان يعيشها الكاتب إيه كمال ده إيه الروعة دي إيه الفن شفت الفن شفت القصة قد إيه لها دور فيه إنها تزيد من الالتحام والنسيج الوطني اللي موجود فيه ده القصة دي لا هدف قومي كبير إذن هدف القصة إيه شباب ومغزاها إيه دي القصة القصيرة على فكرة اتقارت في قد إيه خمس دقايق لكنها تفضل في ذكرتك كمسلمين ومسيحين طول العمر تعال بقى نروح للأسئلة شباب ونشوف الاختيارات اللي موجودة قدامي ميز مما يلي معنى كلمة الممتد اللي هو الشاطئ الممتد من خلال سياقة في السطر التام يا ترى الشاطئ الممتد دي يعني العريض ولا المنحني ولا المنبسط ولا المنزوي طبعا الشاطئ الممتد دي مش العريض لا طبعا لا المنحني ده عكسه أيوانا ينور عليك الاختيار الصحيح من خلال السياق المنبسط بقول لي ميز مما يلي معنى كلمة الحافة يا ترى هي النادي ولا الحارة ولا الشارع ولا الطرف أظن أسئلة بسيطة وأرجو عدم يعني الفلسفة في الأسئلة البسيطة هيجيلك في الامتحان يا جماعة نوعين من الأسئلة وأؤكد على هذا الكلام في أسئلة مباشرة بسيطة جداً ما تحتاجش أي فلسفة جاوبها لو سمحت مش دايماً حاسس بنظريت المؤامرة وراء السؤال بالله عليكم لحسنتم فيه طلبة بالضيع بسبب الموضوع ده يعني جاب له في مرة قال له جمع كلمة سبيل أنا أذكر في سنة عامة ده حادثة حققية فبقول له كتبتها إيه قال لي مش معقولها تكون سبيل يا مستر ليه يا ابني ليه يا حبيبي ما الكتبتها قال لي كتبتها أي حاجة تانية معقولة في سنة عامة يجيب لي جمع سبيل سبيل ده ده يبقى كانت جمع سبيل سبيل أنا أقصد الرسالة اللي بوصلها لك أني مش كل الأسئلة فهى نظريت المؤامرة في أسئلة مباشرة وسهلة خالص إذن كلمتنا الحفة يعني الإيه شباب يعني الطرف بسيطة خالص تعالوا يا حبائي ننتقل إلى سؤال آخر في المضاد برضو في الكلمات مضاد مصوبة ركز معايا بقى في الحتات شوي مصوبة عينونا مصوبة يا ترى منصرفة ولا منكسرة ولا منقطعة ولا مندهشة تعال استبعد يعني في المضاد حاول مقضرة إمكان تجيب مضاد كل واحدة منصرفة آه تصدق يعني ممكن تيمشي معايا أنا صوبت ناحية الحاجة فانصرفت عنه طب ماشي نمسكها معانا هل في كلمة أدق منكسرة لا طبع يعني مصوبة ماش عكسها منكسرة خالص منكسرة عكسها منجبرة أو متصلة طب منقطعة برضو لا طب مندهشة لا ايه لا لا خالص يا صح كده يبقى عكس كلمة مصوبة منصرفة تعالوا بقى لسؤال يرتبط بالبلاغة والجماليات يعني حتى النسر كمان بنتعامل معه بطريقة الشعر لغويات وجماليات بقول لي هنا تزيين الحارة يا ترى دي استعارة صرحية ولا استعارة مكنية ولا مجاز مرسل ولا كينية عن نسبة طبعا هنا هنا بيلعب معايا شواب ايه ببعض المصطلحات الجديدة بالراحة كده تزيين الحارة هو الزينة من صفات الحارة تزيين البنت أو تزيين الإنسان دوارد لأن الإنسان هو اللي بيزين يبقى هنا فيه تشخيص يعني شبه الحارة بفتاة تزين أو بعروس تزين يبقى شبه ايه الحارة بعروس من المحزوف العروس رقم كام اتنين يبقى استعارة مكنية الله ينور عليك وعلى والدك من بردو نسة بردو خلي بالك معا من حتة اللي جاي دي ميز مما يلي نوع الصورة البيانية في كلمة الكنيسة في قوله الكنيسة نوارت طبعا الكنيسة نوارت هنا هل يستعارة مكنية؟ استعارة الصلاحية تشبيه بليه كل مجاز مرسل الناس اللي بتفكر بقى هو مين اللي نور بالزبط يعني الكنيسة نوارت؟ لا طبعا مين اللي ننور المسباح؟ طيب هنا فاكر الجملة السحرية اللي قلتها لك زمان إذا وجدت العلاقة انتفت لاستعارة؟ هل يوجد علاقة بين الكنيسة والمسباح؟ آه طبعا يوجد علاقة إن المسباح مش جزء من الكنيسة لا لا المسباح مش طوب وأسمنت عشان يبقى جزء من الكنيسة ما المسباح إيه؟ جوه الكنيسة الله ينور عليك طب هو جاب مين هنا؟ جاب المكان وعايز اللي جوه المكان طبعا لما جاب المكان وعايز اللي جوه المكان يبقى اسمه يا شباب مجاز مرسل وعلاقته إيه؟ الله ينور عليك المحلية رفو عليك طيب تعالوا كده نشوف الجملة دي بتوحي بإيه وهم يتسامرون ويشربون الشاي بقول للجملة دي بقى بتدل على إيه عم بحبهم للشاي ولا حبهم للصهر ولا بحميمية العلاقة بين أهالي مبابا ولا بالتناقض الشديد ما بين أهالي مبابا طبعا يعني ما عمش معقول الكاتب جايب للجملة دي عشان بيحبوا الشاي يعني ولا بيحبوا الصهر طبعا الهدف الأساسي من القصة هو إبراز قوة الروابط بين المسلمين وبين المسيحيين يبقى الإجابة الصحيحة هي يوحي بحميمية العلاقة بين أهالي مبابا على بقى بطل سؤال مختلف في كتير وقالت مدرستنا النهار دا إن شاء الله هنحسمه لك لأن الكلام في كتير قوي والتناقضات في كتير تعال بقى انتبه معي انتبه باللي عليك بقول لي هنا مائز العلاقة كلمة الأولاد يلعبون وهم يتسامرون في الفقرة الأولى العلاقة ما بين الجملة دون دولت سجع ومقابلة سجع وجناس مقابلة وازدواج ازدواج وسجع بص هو ما فيش أصلا مقابلة وما فيش أصلا جناس طب هنا يا أستاذ فيه ازدواج أو فيه سجع الأول السجع اللي هو انتهاء الجمل بنفس الحروف يلعبون يتسامرون يبدا سجع طب ما فيش مقابلة وما فيش جناس طب فيه إيه يا أستاذ فيه ازدواج صح الله ينور عليك لأن الجمل على قد بعد الأولاد يلعبون وهم يتسامرون آه يبقى هنا فيه ازدواج إذن الجدل في إيه عشان بس أحسم الجدل هل يجتمع السجع والازدواج نعم السجع والازدواج يجتمعون أحيانا وإن كان علميا عشان محدش بس يخوض في الموضوع وإن كان علميا بعض العلماء في البلاغة قالوا لا يجتمع السجع والإيه والجناس لكن هنا طبع المنهج بتاعنا يجتمع السجع والازدواج في هذا الموضوع نجي للسؤال اللي بعدين بيقول لي يا ترى المحور اللي بتدور حوالي القصر المحور شوف السؤال اللي عمل إزاي فكرة تعاون المصريين في الاستعداد لشهر رمضان فكرة وحدة الشعب المصري على مر التاريخ فكرة ارتباط حياة المصريين بالعايش على دفاف نار النيل فكرة حب المصريين للسمر تعال لنا استبعد هل يا ترى معقول عمل القصة دي كلها علشان يقول لي الاستعداد لشهر رمضان لأ طبعا طب هل يا ترى وحدة الشعب المصري على مر التاريخ امسكها دي آه دي هدف قومي ومهم طب ارتباط حتى المصريين هو صحيح ذكر النيل بس هل معنى أنه ذكر النيل أنه دي الفكرة الرئيسية وده المحور الرئيسي لا دي فكرة سنوية لا تخلط اكتبها تاني قلتها لك قبل كده وهلالك مرورا وتكرارا لا تخلط بين الفكرة الأساسية والفكرة السنوية دي فكرة سنوية إذن الاختيار الصحيح يا شباب ليه إيه وحدة الشعب المصري على مر التاريخ قديمة سؤال بقى تعالى ليه فن الأدب اللي هو القصة القصيرة بل ما يصير إليه عنوان القصة انتبه الكنيسة نورت من مبادئها اللي التقرير ولا الرمز والأطناب ولا التكسيف القصة القصيرة يا ترى هي الأساس فيها التقرير التأكيد يعني ولا الرمز ولا الإطناب ولا التكسيف لأ طبعا لأ طبعا التقرير من نشدعل بي طب الإطناب بالعكس ده هي قصيرة ده أنت بزكاء كده من غير ما تقرأ الأدب هتقول الإطناب ما ينفعش مع كلمة القصة القصيرة إطناب على الإسهاب والتطويل يبقى نشيل دول طب يا مستر هل يطر الرمز ولا التكثيف بالله عليك مين المفتاح بتاعك مين اللي يمشي مع كلمة قصيرة برافو عليك التكثيف يعني ايه تكثيف هل الكاتب دخل في قضايا فرعية ولا هي قضية واحدة اللي بيعليجها فيه قضية واحدة هل الكاتب جاب أشخاص سنوية يمكن استغناء عنها امشي تابع شخصيات القصة اللي ذكرها الكاتب لعم منصوره نقدر نستغن عنه ولا الكاتب نقدر نستغن عنه ولا المجموعات اللي ذكرها في القصة كجمهور أولاد وغيره ده كلهم أشخاص أساسية ما فيش كومبرس يا جماعة كلهم أبطال إذن أهم مبدأ من مبادئ القصة القصيرة هو مبدأ لأيه شباب التكثيف والتركيز ده كده حققت الكنيسة نورت حملت أكتر من رسالة حقيقة الكاتب رائع وصل هدف قومي جميل جدا مصر في رباط إلى يوم القيامة يا رب يحفظنا ويحفظنا 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 دائما أبناء الطلاب إلى اللقاء في نص حر إن شاء الله مطبقه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته